مراسل الغد خالد لو تضعنا في التفاصيل لديك وما أسباب المطامع الإسرائيلية في هذه المنطقة نعم حسين نحن نتواجد في منطقة ما تعرف بالبيادر هنا إلى الجنوب من قرية قريوت جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية هذه المنطقة تقع على مفترق طرق جغرافي يفصل مناطق شمال الضفة الغربية بوسط الضفة وجنوبها مرورا بحاج الزعترة ومستوطنات شيلو وعليه هي الأقرب إلى قرى شمال الغرب رام الله ما يحدث هنا أن هناك أطماع استيطانية في هذه المنطقة وتحديدا ما يعرف بنبع مياه سيلون هنا في بلدة قريوت يدعي الاحتلال الإسرائيلي والمزاعم الاستيطانية وفق مزاعم دينية يهودية أن هذا النبع الذي الآن في هذه اللحظات نذهب باقتراب بتقريب الصورة عليه هي مجموعة من الحجارة المتبقية تدعي المجموعات الاستيطانية بأن هيكل سليمان أقيم وأنشئ من هذه الحجارة قبل أن ينقل إلى مدينة القدس وبالتالي ينظر المستوطنون على أن هذه المنطقة وهذه النبع هي نبع مياه مقدسة بالنسبة لهم منذ نحو السبعينات وهناك تكرار لعمليات الاقتحام خلال الأشهر الأربعة الماضية تتكرر عملية الاقتحام للمستوطنين إلى هذا النبع يعني الآن تصل التعزيزات العسكرية الإسرائيلية الآن نرصد هذه الدوريات التي تصل الآن في هذه اللحظات عدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية التي تصل إلى نبع المياه هنا في بلدة قريوت وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين خلال اللحظات القادمة إذ يتم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأمين هذا الموقع وبعد ذلك يأتي المستوطنون لنحو تقريبا ثلاث ساعات إلى في المنطقة لأداء صلوات تلمودية وإجراء شرح يتعلق بالجماعات الاستيطانية التي تأتي لزيارة هذه المنطقة وذلك يفرض قيود على أهالي البلدة البلدة تعيش تحت واقع استيطاني صعب ومرير للغاية حسين فقط في هذه القرية قرية قريوت وكذلك أيضا جالود وقصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس أربعة عشر بؤرة استيطانية بالإضافة إلى نحو أربعة وعشرين مستوطنة يعني هذا رقم كبير يعني أن لا يوجد امتداد جغرافي لهذه القرى سواء بالأعمال الزراعية أو بعمليات البناء وغالبية هذه المناطق هي مصنفة مناطق سي حسب اتفاق أوسلو وبالتالي يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قراراته العسكرية إجراءات لمنع البناء إختارات الهدم وكذلك أيضا مصادرة آليات التي تعمل سواء في القطاع الزراع أو في الجانب الإنشاء للفلسطينيين على الجهة المقابلة وبصورة موازية ثمت اعتداءات استيطانية متكررة تتمثل بالاعتداء على الأراضي الزراعية تقطيع أشجار الزيتون واللوزيات في هذه المنطقة الخصبة والسهلية وكذلك أيضا العمل على رشق ومهاجمة منازل الفلسطينيين بالحجارة والاعتداء على الطرقات وقطع هذه الطرقات تشاهد الآن تقدم الدوريات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت بالفعل في هذه اللحظات ونرصد هذه الصور عبر قناة الغد في هذه الأثناء لعدد من الدوريات العسكرية حيث من المتوقع أن تصل مسيرة خلال اللحظات القادمة في أعقاب أداء الفلسطينيين هنا والفعاليات لصلاة الجمعة وتتقدم هذه المسيرة إلى هذه النقطة حيث أتل المقابلة لربما نرصد هذه السهولة التي أمامنا هذا الإسوداد في التربة الذي نرصده هو ليس بصورة طبيعية هذا نتيجة القنابل الحارقة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القنابل الغازية التي تؤدي لإشتعال المحاصيل بصورة كاملة وتدميرها وهذا موسم حصاد خلال الفترة الحالية من خلال مشارف فصل الصيف والآن نرصد كذلك أيضا قدوم لمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية يتوافد جيش الاحتلال الإسرائيلي في اكتحامه للمنطقة في هذه اللحظات وذلك بصورة استباقية لوصول مجموعات استيطانية إلى نبع المياه في هذه اللحظة من الجيد بالذكر أن هذه النبع نبع المياه أقيم على ما يعرف بثلت شيلو في سبعينيات القرن الماضي وهناك بعض الملامح لآثار قرية كنعانية تم تدميرها بفعل الاستيطان والمتغيرات الطبيعية في المنطقة تسعى المجموعات الاستيطانية إلى إيجاد صلة عبر هذه الرواية بهذه الآثار والمواد التاريخية المتواجدة عبر الحجارة في هذه المنطقة لتمرير مشاريع استيطانية تنظر بالتأكيد البلدة بعين الخطورة إلى هذه القرارات الإسرائيلية سيما وأنه لم يتبقى إلا 25% من مساحة بلدة قريوت تحت السيطرة الفلسطينية بمعنى أنها تصنيف باو بمعنى اشتركوا في القناة